شوفنا فوز تونس التاريخي على منتخب فرنسا بطل العالم وكتاب التاريخ جديد وكبير جدا 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 شارك فيه نجمنا علي معلول زهير ايصر نادي الاهلي في المبارات التاريخية ليشارك فيه تاني نص خليف كاس العالم والناس بقت بتتسائل بعد ما شافت مستوى علي معلول خصوصا في شوط الاول قالت لك هو علي معلول ما كانش ليه يشارك اول ما شين ده قلب الامور قلب الدفة لصالح المنتخب التونسي اكتر واحد لمس الكورة الشوط الاولاني عامل 12 كورس الشوط الاولاني علي معلول كان من نجوم المباراة طبعا مجهوده قال الشوط التاني ولكن كان من نجوم المباراة بخلاف ان علي معلول شارك في اتنين كاس عالم وشارك في نسختين كاس عالم كمان مع النادي الاهلي شوفنا المستوى بقول لحضراتكم اللي ظهر به كان ليه دور فعال رغم صعوبة المباراة قدام بطل العالم ولكن ثقة كبيرة جدا 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 في امكانيات علي معلول اللي اتكلمت عنه الصحف التونسية بعد الماتش وقالت ان هو هيعتزل دولية رغم ان علي معلول بيقول ان لسه عنده كتير ولكن هو فعلا مازال عنده كتير للأهلي ولمنتخب تونس ان شاء الله طبعا علي معلول كان هو ممثل الدوري المصري الوحيد بكلم على اللاعب المصري الوحيد اللي شارك في كاس العالم قطر 20-22 هو اللاعب التونسي المتواجد في الدوري المصري مع النادي الاهلي وهو الوحيد اللي شارك في كاس العالم الموجودة في قطر دلوقتي صحيح متواجد سيفي الجزيري مهاجب نادي الزمالك ولكنه لم يشارك ومش هنا تتقرق لقصة انضمامه لنسور قرطاش في كاس العالم لكن انا المقصود من الموضوع دوت ان علي معلول هو الوحيد اللي شارك من الدوري المصري في مونديال قطر